الشغل ابتدي من يوم أنا كنت صغير كنت دايما عندي كان الوالد المثال العلي عندي وميوم أنا كنت صغير فدايما كنت أطلع وأشوفها فحبيت الشغلة من يوم أنا كنت صغير وحاولت أني أستثمر الفن الذي كان موجود عند الوالد هواية أتقن واحترف صنعها ليصل إلى صناعة الهدايا الملكية الفاخرة فهشام العلوي يعد من أبرز صانعي الهدايا التذكارية اليوم دائما نشتغل نعتبر هداياننا نعتبرها تاريخ نعتبرها بمثابة سفير الدولة هداياننا تتكلم عن التاريخ وتتكلم عن المواضيع المهمة في الاحتفال أو في المراسم الرسمية يتميز العلوي في عالم الهدايا التذكارية بالجودة والإتقان كنت محظوظ أن أسوي أول شغلة حق صاحب الجلالة كان سيف حرس الشرف فدائما نشتغل الأشغال حق ملوك الخليج أو ملوك أو رؤساء دول ثانية دائما ندرس التاريخ الدولة الفلانية أو البلد الفلاني ونحط تاريخها فيه حيني دخالنا هنا حط صور والأعمال اللي كلها نفذناها معظم هاي الأعمال تنفذت كل قطعة لها تاريخ ولها حكاية يعني موسيقى